روماتيزم المفاصل يحتوي الجهاز المناعي في جسم الإنسان على عدد من الأجسام المضادة والخلايا الدفاعية المسؤولة عن محاربة الأجسام الغريبة والعدوى التي تهاجم الجسم وفي حالات الإصابة بأمراض المناعة الذاتية يستهدف جهاز المناعة بشكل خاطئ أنسجة الجسم نفسه ويتعامل معها على أنها تهديد يعرض الجسم للخطر فيبدأ بإطلاق الأجسام المضادة والخلايا المناعية لمهاجمتها ويعد التهاب المفاصل الروماتودي أو الروماتيزم المفاصل أحد أمراض المناعة الذاتية التي يسفر عنها حدوث التهاب مزمن في المفاصل والنسيج المحيط بها يبدأ تأثير الروماتيزم المفاصل عادة في مفاصل القدمين واليدين علاج روماتيزم المفاصل العلاج الدوائي لا يوجد علاج دوائي فعلي يمكنه شفاء مرض روماتيزم المفاصل كليا وإنما هناك العديد من العلاجات الدوائية التي يمكن اللجوء إليها للتخفيف من أعراض المشكلة قدر الإمكان العلاج المنزلي يمكن اتباع طرق ونصائح منزلية لتحسين نوعية الحياة في حالة الإصابة بروماتيزم المفاصل ومنها اللجوء إلى العلاج بالحرارة أو البرودة فاستخدام الكمدات الدافئة والاستحمام بالماء الدافئ يساعد على تخفيف التيابس في المفاصل أما استخدام مكمدات الثلج ووضعها على المفصل المصاب من الممكن أن يساعد على تقليل الألم والالتهاب ممارسة التمارين الخفيفة فقد تساهم في تحسين مجال الحركة للمفصل المصاب وتساعد على استعادة المرونة والقوة ويمكن استخدام الأجهزة المساعدة مثل الدعمات والجبائر التي تساعد على تثبيت المفصل فمن الممكن أن يساعد ذلك على تخفيف الالتهاب في المفصل الحصول على القدر الكافي من الراحة عند ظهور إعراض الروماتيزم فقد يساعد النوم الجيد على تخفيف الالتهاب والإعياء والألم هل هناك أطعمة معينة تخفف من الألم؟ تناول أنواع معينة من الأطعمة التي قد يوصي بها الطبيب أو أخصاء التغذية والتي تحمل خصائص مضادة للالتهاب مثل الأطعمة الغنية بالألياف كالخضروات والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والمأكلات الغنية بالحمض الدهني أوميغا ثري مثل الأسماك الدهنية والجوز الأطعمة الغنية بمضادات الأكسادة مثل السبانخ والتوت والشوكولاتة الداكنة الأطعمة التي تحتوي على الفلوفونايد ومن الأمثلة عليها الشيء الأخضر والعنب ومندجات الصوية ما هي أعراض روماتيزم المفاصل؟ تظهر أعراض روماتيزم المفاصل خلال فترات معينة وتختفي في فترات أخرى ويطلق على هذه الفترة التي يزدد فيها نشاط المرض والتي تمتد إلى أيام أو شهور فترة الوهيجة فقدان الشهية للطعام الشعور بتيبس المفاصل صباحا والذي يستمر لمدة نصف ساعة أو أكثر بعد الاستيقاظ المعاناة من الإعياء والمعاناة من الألم أو الانتفاخ أو التيبس في المفصل المصاب واستمرار هذه المشكلة لفترة تصل إلى ستة أسابيع أو أكثر الإصابة بالحمة الخفيفة تؤثر المفاصل الصغيرة في اليدين والقدمين بالالتهاب والانتفاخ ما هي عوامل الخطورة من الإصابة به؟ عوامل خطورة الإصابة بروماتيزم المفاصل هناك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بروماتيزم المفاصل ومنها التدخين فمن الممكن أن يزداد خطر الإصابة بروماتيزم المفاصل نتيجة التدخين خاصة في حال وجود الاستعداد الوراثي للإصابة بهذا المرض العامل الجيني فوجود أحد أفراد العائلة مصابا بروماتيزم المفاصل يزيد من فرصة الإصابة به العمر يكون التهاب المفاصل الروماتودي أكثر شيوعا بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين الأربعين إلى الستين سنة وذلك بالرغم من أنه يصيب الأفراد من مختلف المراحل العمرية الإصابة بالسمنة حيث يزداد خطر الإصابة بروماتيزم المفاصل في حال زيادة الوزن أو السمنة خاصة بين النساء اللواتي تكون أعمارهن خمسة وخمسون سنة أو أقل الجنس حيث يكون مرض روماتيزما مفاصل أكثر شيوعا بين النساء مقارنة برجال وفي النهاية نتمنى الصحة والسعادة للجميع ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة